وبعد سلسلة من المشاورات التي تمت استناداً إلى المواصفات الشخصية لرئيس الحكومة العتيد التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة وبعد استعراض مختلف الأسماء الجديرة بتحمل هذه المسئولية اتفق المجتمعون على تسمية السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة آمرين أن يتم تكليفه بأكبر عدد من أصوات الكتل النيابية والنواب لتشكيل حكومة على قاعدة احترام الكفاءة والجدارة والنزاهة وتلتزم إن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الملحة وركز المجتمعون في هذا المجال على ضرورة أن يأتي تشكيل الحكومة سريعاً وأن تقوم بصياغة بيانها الوزاري دون إبطاء خصوصاً أن جميع الكتل النيابية باتت مطلعة على حجم المشكلات وعمقها التي يعاني منها لبنان وعلى تفاصيل الإصلاحات وأولوياتها وهي التي أعربت في المشاورات التي أجريت عن نيتها توفير الدعم الكامل لتحقيقها بأسرع وقت بدءاً باتفاق فوري مع صندوق النقد الدولي انطلاقاً من قناعة الكتل النيابية أن لبنان يحتاجها اليوم قبل الغد أخيراً توجه المجتمعون بالشكر إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي يزور لبنان غداً للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع على الجهود التي يبذلها لمساعدة لبنان واللبنانيين على مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية الخطيرة التي يجتازونها كما توجه المجتمعون إلى جميع الدول العربية الشقيقة والصديقة في العالم بالشكر على دعمها للبنان وعلى استعدادها لمد يد المساعدة في عملية الإنقاذ التي ستتولاها الحكومة الجديدة بإذن الله انتهى البيان